السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله نحل مع بعض الشباب امتحان على الوحدة الاولى كاملة صفحة 115 كتاب مرسي نبدأ بسم الله القطعة الاولى ده عبارة عن ايميل مبعوط من ميشيل الى لوي والموضوع عن الرياضات الخطيرة فميشيل بيكلم لوي بيقول له في ايميلك الاخير انت سألتني عن الرياضات الخطيرة التي امارسها اذا انا اقول لك خلاص ارد عليك فهيقول له انا مؤيد لهذا النوع من الرياضة انا امارس الكاراتي ده اول رياضة الخطيرة بيمارسها انا امارس الكاراتي في نادي الحي السكني جمانترين تغوى فو جور بار سمان انا اتدرب سلاسة ايام في الاسبوع سامدي لاندي مرقدي السبت والاثنين والاربعاء هذه الرياضة تكون عنيفة ولكن مصيرة او شيقة جدا دخل على الرياضة الثانية فبيقول دو او تغوى فو بغان مرتين او تلاتة في السنة جفو دو لسكالة دا منتاني انا امارس تسلق الجبال في الجبال مع مجموعة من الشباب بغفير السبوع لكي امارس هذه الرياضة انا بزوان دو منتور سبيسياليزي نحن لدي نحن نحتاج لمدرب متخصص في اجاز الصيف في اجاز الصيف ما فامي va عائلتي تذهب الى البحر امارسي في مارسيليا هنا هناك استطيع ممارسة اللي هو كايت سوف اللي هي الركوب او الامواج او التزلج على الامواج ودي رياضة خطيرة بردو فدي تالت رياضة خطيرة بيمارس بيمارس الكاراتي سكالاد والكايت سوف تمام مع اخي ريشار نحن نقضي دو او تغوا سمان امارسي نقضي اسبوعين او ثلاثة في مارسيليا سي سبوع مي برمو دشانجي ماروتير كتديان هذه الرياضة تسمح لي بان اغير روتين اليومي روتين اليومي وان اكتشف نوفيلز اكتوفيتي انشطة جديدة جموسي وياجي او دي فغوليو انا احب ايضا الصفر الى الاماكن مختلفة اماكن مختلفة سامي دون امبون مار هذا يعطيني مزاج او طباع جيد تمام ندخل على العسل ونشوف سألو البيغول الكلام قال له انا او في ايميل لك الاخير انت سألتني عن الرياضة الخطيرة ف سي سباغ او سيز اكتيفيتاي سبوكتيف مش ميوله الردراسية ولي بان يصف مدرسته ولي بان يتحدث عن عائلته سؤال الثاني ميشيل بخاتيك تغو بيان ميشيل يمارس بشكل جيد جدا كم رياضة خطيرة احنا عدناهم مع بع الكاراتي والسكالات والكايت سيخ يبقى كام تلاتة رياضات خطيرة نمغو سي تمام بعدين اهو مكررها تاني تغوى تغوى تمام سؤال الثالثة بيقول بردن بوغاوار اين پانمار لكا يحصل على المزاج او الطباع الجيد ميشيل ام ميشيل يوحب في دو لاناتسيون وياجه او دفران ليو جوه او دو لاميزيك رستي او لاميزيون عشان يحصل على المزاج الطيب او الجيد بيعمل اين يسافر الى اماكن مختلفة مش بيمارس السباحة ولا يلعب موسيقى يعزف عن موسيقى ولا يبقى في المنزل سؤال اربعة ميشيل في دو كايت سيخف ميشيل يمارس تزلج على الامواج او ركوب الامواج فين طبيعي في المكان في ميا فانهي في دولة في البحر مش في الريف ولا في النادي ولا في الجبل سؤال خمسة بيقول ميشيل في دو كاراتي ميشيل يمارس الكاراتي كم مرة هو قال في القطعة ثلاث مرات في الأسبوع ثلاث ايام الاثنين والأربع والسبت اذا الاجابة الصحيحة تغوى جوغ بغو سمان اللي هي رقم بي وليس ثلاث شهور في السنة ولا ثلاث مرات في السنة ولا كل يوم سؤال ستة بوغفر دو سبور كيستران ميشيل اه بيزوان لكي يمارس الرياضات الخطيرة ميشيل يحتاج الى بيزوان افواغ بيزوان يعني يحتاج الى ارجان تان غيبا اه موني تيخ سبيسياليزي اه قال احنا محتاجين لمدرب متخصص وليس المال او الوقت او الراحة سؤال سبعة ميشيل بخاتيك لو كايت سيف ميشيل يمارس ركوب الامواج مع ريشار ولا اخوه ريشار يعني ولا صافامي ولا لوي ولا لقوب دادو طبعا قال في القطع انا بيمرسها مع اخي ريشار اذاك ريشار القطع التانية عبارة عن حوار ما بين لامر امارتين الام وحدة اسمها بنتها اسمها مرتين فالام بتقول لامارتين مرتين تيزانكو غولي تدواتو ليفي مرتين هلا زلتي في السرير يعني انت لسه في السرير ما زلتي في السرير يعني لسه نايمة تدواتو ليفي يجب ان تستيقظي إليس تاغ إنها الساعة السابعة وانت سوف تتأخرين عن المدرسة ردت مرتين بتقول حسناً دكار تمام يعني موافقة خلاص تمام انها صحي اوكي جوو ملافة سوف أستحيم مي جو سوز أسي فاتغي يعني انا لازلت متعبة يعني او انا متعبة جدا يجب لها كمانس تا جوغني باعغ 10 منوط دو سبار يعني بدأ يومك بعشر دقائق رياضة إيه يشغل يعني ton grand frère Pierre finit de prendre sa douche يعني أخوكي Pierre أنها الدوش بتاع موان وانا له الوم يعني موان جو فيان ديما فيه لأو تغفايل وانا تاوان يعني البست لكي أذهب إلى العمل رحت مرتير ردد لها إيه بابا إلي باقتي أو بابا يعني خلاص رحل يعني طلع مل بيت رحت غير لها لكن جو أجوردوي لا هو لديه عطلة اليوم رحت مرتين بتقول لها إيه البيمي كوندوغ دان ساواتيغ هو يستطيع أن يقودني في سيارته جسوي بخات دان كنز منيط أنا سوف أو أنا أكون مستعدة أو جاهزة خلال ربع ساعة أو خمستاشر دقيقة السؤال الأول بيقول ان كوت سيديالوج نسمع هذا الحوار على سالة دو كلاس في غرفة أو حجرة الدراسة ولا دالة غي في الشارع ولا على ميزون في المنزل ولا أوبيغو في المكتب طبعا على ميزون حوار بين البنت و أم رقم تسعة دالة ديالوج لامير طغل أ في الحوار الأم تتحدث إلى سيس أم فون ولا سان مغي ولا سان فيس ولا سافيه طبعا لإجابة الصح مارتين دا اسم بنت فهي سافيه ابنتها وليس أطفالها أو زوجها أو ابنها تمام؟ ندخل على السؤال رقم عشرة السؤال عشرة بيقول مارتين سوف تذهب إلى المدرسة الساعة كام؟ أبن ستار ولا أستار جيست ولا أستار إكار ولا أميدي ها؟ ها؟ هي ها تستيغل قالت لها أمها استيغل إذا كانت الساعة سابعة وقالت أنها سوف أستعد خلال ربع ساعة إذن أستار إكار ساعة سابعة وربع مش الساعة سابعة قبل الساعة السابعة ولا في الساعة سابعة ظبط ولا الساعة تنشر الظهر آميدي في منتصف الظهر سؤال 11 الأم نصحت مارتين بأن لا تذهب إلى المدرسة فاق دوزكسارسيس فيزيك بأن تمارس أو تعمل التمرينات البدنية فاق سن دووار تفعل واجبها غو فيزيت سي لسان لبعا نصحيتها بأنها تمارس الرياضة قلت لها إبدأ يومك بعشر دقائق الرياضة يبقى فاق دوزكسارسيس فيزيك بأن تمارس التربية بأن تعمل التمرينات البدنية سؤال 12 ونوقع يعني مين الفاعل بتاعت جملة واكوندوير مارتين دان ساواتيغ مين اللي هيقود مارتين داخل سيارته لامار بيار لقران بير لأب لأب سؤال المواقف سؤال رقم 14 بيقول أنت تخطرح على صديقك ممارسات رياضة تقليدية عدية يعني أنت تقول فنقتراحك للممارسات رياضة عدية تيانفي دو جوه أو أند ألاو فردو دولتابلين دولتابلين باردون سا تدير دو برس بارتس بي ألا فرميلا أون جو دو لأغتار سا تدير أفين في دولار رياضة تقليدية عدية أولوحدة تيانفي ألا دايك الرقم في ممارسات كورة اليد سؤال 15 بيقول سأل صديقك لماذا هو يمارس تسلق الجبال هو يقول كار جم لسبو كلاسيك كار سا ميدون بدل سا حرف الأهن المفروض سا ميدون دولار نغجي كار ج دي تاست سي سبور كار جا دور لا مار هم أنه إجابة صح بيقولك لماذا أنت تمارس التسلق الجبال هيقولك الإجابة ليه إيه السبب كار سا ميدون دولار نغجي لأنها تعطينا الطاقة مش الأولى لأنها رياضة تقليدية لا هي مش رياضة تقليدية ولا أكره هذه الرياضة طب ليها مارسها ولا أعشق البحر طب هي مش بتتمارس في البحر أصلا pardon سؤال 17 بتا أجلاس سنمغوسي أو الباتيناج تمام؟ يعني لو جات لك كلمة باتا أجلاس باتيناج ده بنمارسه في الباتينواغ مش الكرة الحديدية ولا السلة ولا كرة اليد لا برضو كرة القدم تمام؟ بعدين سؤال رقم سبعتاشر على الشي شباب سؤال سبعتاشر فتحنا الكتاب تمام سؤال سبعتاشر بيقول انت تسأل عن موعد المباراة صديقك يجيب مش التاني اللي هي بين مدينتين نيس وليون ولا انه مطش رائع ولا السؤال نفسه اللي هو في اي ساعة تكون المباراة سؤال 18 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 سؤال 19 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 الجبال يعني اي رأيك في تسلق الجبال اما الاولى كرة الطائرة ماذا تعتقد فيها اي رأيك فيها دي كرة تقليدية عادية مش خطيرة التانية انت مع ولا ضد الرياضات التقليدية اه الى رقم اه اي رياضة انت خطيرة انت تفضل سؤال تسعتاشر بخضان صديقك يسألك عن رياضتك الخطيرة المفضلة انت تقول اي من دول رياضة خطيرة يوغا تنس بغشوتيسم بيانو ربعا نموه سي بغشوتيسم يعني الهبوط بالبراشط او القفص بالبراشط اه سؤال عشرين 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 بيقول لك سؤال عشرين انت تتحدث عن معدات اللي هي ارتباق الدراجات او ركوب الدراجات انت تقول ايه المعدات اللي بنستخدمها عشان نركب الدراجة اين بال اين غاكات اون فيلو اي ان كاسك ان فيلو اي ان كاسك ان فيلو اي ان فيلو اي ان كاسك يعني دراجة وخوزة مش الأولى كرة صغيرة ومدرب كرة تنس الريشة معناها كرة تنس الريشة سيارة سؤال 21 سؤال 21 سؤال 21 سؤال 21 سؤال 21 أنت تنصح أخو صديقك لك ينجح لك ينجح أنت تقول تدوى بيات انترني تدوى رفزيتي تدوى فران رجيم تدوى بخاندر لوميديكامون واحد عاوزين جا حدقول له اللي هي أنهي يجب أن تذاكر أو تراجع دروسك أما الأولى يجب أن تتطرب جيدا هو مش داخل مباراة ولا رقم سي يجب أن تعمل رجيم نظام غذائي يعني لا ولا الأخيرة يجب أن تتناول الدواء سؤال 22 وطرمي دو تسلس بوركسترام إليك سيبليك لاريزان إليدي صديقك يكره الرياضات الخطيرة هو يشرح السبب أو يفسر السبب هو يقول صديقك يكره الرياضات الخطيرة بيعطي السبب أو يفسر سبب كره للرياضات الخطيرة فهيقول كار لأنها خطيرة جدا مش كار مهادئة ولا تعطينا الطاقة ده سبب للحب ولا إنها ممتعة أو شيقة سؤال 23 سبب للحب كيف يكون أنت تقول كالغة تيل كالتون فتيل أكالغة توا في الجيمناز كيس كتو فت سؤال عن الطاقس نمغو بي كالتون فتيل ما هي حالة الطاقس أو مش تقول السؤال عن الساعة كم الساعة ولا رقم سي في أي ساعة تذهب لصالة الألعاب الرياضية ولا ماذا أنت تفعل تمام؟ سؤال المواقف بردون القواعد صفحة 119 كالتون في نقاط سيسبوغ ما رأيك في هذه الرياضة؟ سؤال الرأي بنستخدم فيه بعد كلمة تون في سيغ كالتون في سيغ سيسبوغ ما هو رأيك في هذه الرياضة؟ كالتون في سيغ سيسبوغ أو كالتون أوبنيون برضو سيغ وهو الشيء اللي أنت بتسأل عن الرأي عنه تمام؟ سؤال 25 الرياضات الخطيرة أنا لا أمارسها أنا لا أمارس بنحط كلمة الرياضات الخطيرة في الجملة الثانية ونشوف موقعها مباشرة غير مباشرة أنا لا أمارس الرياضات الخطيرة كلمة الرياضات الخطيرة مش موسبوقة بحرف جر إذن مباشر طب مباشر ل لا ولا ال اس طبعا رياضات جم فهتبقى ال اس أما ل دي هنستبعدها نهائيا مش هتتاخد ليه إنها غير مباشر وفات سيكليسم حضرتك تمارس ركوب الدراجات تمام؟ عندنا هنا فعل فاغ فاغ بيجي وراء أدوات إيه؟ من يقول هايو دي دلع طب هنا سيكليسم مذكر ولا مع الناس مذكر إذن تأخذ دي سؤال 27 جولي فاغ نقاط ركبي جولي سوفا نقاط ركبي كرة القدم الأمريكية أي من الأفعال دولة بياخد حرف جر أو بعده أو أشكالها بتاخدها فعل جو برافو أما فاغ بياخد دي دلع وهكذا تغطي كأدوات المعرفة بريفري كذلك أدوات المعرفة سؤال 28 الله 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 جملة زعب أنا أنا أحب الأشجار باللون الأخضر أن هي أخضر فيهم عندنا ملحوظة من سنة أولى بتقول أنه حرف اللون بيجي بعد حرف الجر بيجي مفرد مذكر إذن نأخذ الأولى تمام كيف تتعلم أي فريق أنت تشجع كلمة فريق حفظينها أن هي كلمة مؤنس إذن تأخذ كال الأولى سؤال 30 الجودو إنه نشاط عنيف أنه كلمة عنيف كلمة نشاط مؤنس إذن الصفة بتاعتها هتبقى مؤنس زيها رقم بي تمام سؤال 31 سؤال 32 سؤال 32 بيقول بيير يمارس هذه الرياضة نغط في الجبل عاوز أقول في الجبل حرف الجر الخاص بالجبل مؤنس إذن يأخذ ألا جان وآلان اعرفوا كار جدوى نغط ران فيزيط ران ران رفزيط جان وآلان وصلوا إلى القاهرة أنا يجب أن أزورهم فعل يزور يا شباب في اللغة العربية فعل يزور مباشر يعني لو حبينا نحط مثلا ألا وجان في الجملة التانية هقول كده ألا وجان أو جان وألا يصلون إلى القاهرة أنا يجب أن أزور جان وألا مباشر باللغة العربية لو ترجمنا أنا يجب أن أزور جان وألا مباشر منهم مش مصبوخين بحرف لكن باللغة الفرنسية بياخد حرف الجر وراء آ تمام كده يعني تركيبة أو لازم يجي وراء حرف الجر آ يسبق الشخص اللي أنت هتزوره فلازم فمدام في حرف الجر آ وراء عاقل اللي هو جان وألا إذن آ زائد عاقل لوي أو لاغ هنا جمع تأخذ لاغ سؤال 34 هنا يبدو أن الجملة دي أمر أو سلوب أمر من أول نظرة لها لأنه ما فيش فاعل هنا ما فيش فاعل جو تي إي الأحمد محمد ما فيش إذن جملة أمرية طب الأمر بنصرف مع تي أو أو هنا في علامة تدل على أنك هتصرف مع تي أو في علامة اللي هي تا تا بنصرف مع تي فين تصرف تي المفروض المفروض الأول بخط بالأس لكن إحنا بنحذف حرف الأس من أفعال المجموعة الأولى إذن سوف نأخذ الإجابة الصحيحة رقم ب هي الإجابة الصحيحة ب لكن الأولى غلط عشان المفروض لأس بتتحذف